ورجعنا لكم تاني في الفقرة التانية من برنامج نعم أستطيع الحلقة 249 الموسم 21 معي دلوقتي بنت جميلة فنانة تشكيلية بتشتغل رسامة هي أساساً قوشها الوحدة هو لوحة جميلة تترسم يعني بس يا بقى ليها أعمال تانية هي بتعملها إحنا نتعرف عليها دلوقتي ازاك يا هدير عامل ايه؟ ازاك يا شيك الحمد لله انا بقى عارفك من قبل الحلقة بس انا عارفك تديمي نفسك بقى للمشاهدين كده اسمك وسنك واهتماماتك وكلمي بقى عن نفسك عرفي نفسك تمام ايش انا اسمي هدير سامي من الكاهرة عندي 21 سنة موهبة عندي موهبة الرسم ابتدت بقى عندي ونصغيرة ابتدت ان انا نميها من مرحلة لمرحلة حتى دخلت في الدراسة انا درست سنة وصنايا كاسمه زغرافة واعلان من ناحية برضو ان انا نمي الموهبة يعني مجموعة كان جايب سنوية عامة بس رفضت دوت ان انا عايزة اخش حاجة فيها رسمة اكتر يعني يبقى مجالي اكتر للرسم واتجه لي بس فهي ديات البداية ابتدت منها طب انا عاوزها انت يعني انت دلوقتي سنك 21 واتجهتي للرسم في سنة صغيرة انت اكتشفت الموهبة دي عندك وانت في سنة صغيرة طب انت في حد شجعك من العيلة او من الاصدقاء على انك تنمي الموهبة دي بالفعل وانك تبتدي تظهريها بقى بشكل لوحات او في شكل القول اشتراك في معارض ايه طبعا امامتي كانت بداية مشجعيني ان انا اشتغل في الموضوع دوت واشتغل على نفسي اكتر حتى لو رسمة هتطلع مني بايزة لا احاول تاني وتالت ورابع وعاشر ما يقس خالص ابتدت بقى صحابي شوفوا الرسومات اللي انا بعملها وما خلصة خالص اوريها لصحابي اعرضها على الناس اوريها لزمائل الجراني كانوا بيعجبوا بيها جدا طب والله كويس ان يعني في عندك في الاسرة المصرية بيشجعوك على المواب الفنية انتي عارفة الاسرة المصرية يعني في نواية من الاسرة المصرية ليها ايه لا رسم ايه موسيقى ايه بتاعزف جيتار ايه لا اقعد ذكرلك كلمتين ينفعوك لا بصراحة لا هو يعني شابول والدتك والدك ان هما شجعوك واخوك او اخويا ام انت بتلي اخوك قبل الحلقة صح؟ ايه اخويا طبعا بصراحة شابول كل افراد الاسرة عندك ان هما شجعوك على الموهبة دي طيب انا عاوز اعرف برضو حاجة انتي رسمتي لوحات صح؟ طيب طيب هل ما توريه كده حاجة من الحاجات اللي انت رسمتها؟ دي كانت اول صورة ابتديها للبطري دي كانت اول صورة ارسمها اللي هو الاشخاص ملامح الوش فكانت بالنسبة لي اللي هو ايه كانت تدريب جامد قوي عليها اللي هو كملامح وتحديد الوش والتجعيد والكلام ده كله حتى برضو في صورة تانية دي برضو يعني الصور دي صور الاشخاص انتي قابلتهم وعدت ترسميهم ولا من وحي خيالك؟ لا من وحي خيالي بس على فكرة صور معبرة يعني الصورة دي بزات انا معجب بيها خلي بيتعبر عن الرجل المصري بكل ملامح الزمن والعمل الشاق على وجهه طيب انتي بالنسبة لي طيب ممكن ترفع شوية الكاميرا؟ كده؟ تمام كده؟ طيب مهليها القدام؟ عشان الناس بس تشوفها اكتر؟ تمام كده طيب انا عاوز اقولك يعني الصورة دي بتعبر لك عن ايه؟ يعني انا بالنسبة لي انا كشريف يا بتعبر عن رجل مصري تجايد الزمن حزين حزين ارفعي لا ارفعي افتر؟ لا ميل قدام شوية تمام تمام كده؟ دي منظر طبيعي مركبة وعيما في البحر بس كده ويعني دي تلي معي بس خد يبالك يعني مركبة وسط امواج مطلطمة في البحر في ان هي ايه؟ يعني حتى تحس ان هي تايها في البحر او بتعافر او بتقاوم في البحر طيب انتي هل مثلا لوحات دي هدفك منها المكسب المادي من عبداللوحات؟ لا خلص ما ابتديتش معي بكده يعني ابتديت ان انا عايزة اعرف الناس كلها موهبتي عايزة موهبتي توصل للعالمية العالمية على طول كده؟ اوه العالمية على طول يعني على طول كده من المتدر للنار يعني بالزبط واحد ممثل انا عاوز امثل بس فول يود اوه يعني اغل ترى اطلع الهول يود امثل ايوه على طول اياه توصل توصل لا توصل للناس كلها توصل لان هي من غير فلوس من غير ما يبقى فيه مقابل مادي ان الناس تعجب بس بالموهبة ان هما يشوفوا ان دي موهبة مش اي كلام يعني مش تغطيط او شف عادي بس طيب الصور على فكرة الصور هي معروضة دلوقتي قدامنا دي برضو صور تانية على فكرة اوه في صور تانية يعني دي الصور انت قلت تبديل مثلا دي انا رسمتها من وانا صغيرة كانت الرسمة دي كانت من وانا لسه في اولى سنوية هم هي ودي دي برضو صورة وانت صغيرة اوه دي انا رسمتها وانت كانت بادوات عادية جدا الوان مية وورقة سكيتش عادية خالص همم طيب انا يعني اخر حاجة عاوز اقولها لك انت بتماني حاجة خارج مجال الرسم هو انا دلوقتي متجهة الكورس تدريب الموزعين يعني باخد كده اول تجربة ان انا موزعا تعايري في المجال الإزاعة إلى جانب الرسم يعني أنت بموهمة فنية متكاملة وإزاعة ورسم فنية تشكيلية ومزيعة شوفي بقى طيب على مم يا هدير إحنا كنا سعادة إن أنت كنت معنا في الحلقة وأنا طبعا وقت الحلقة خلص فأحطر إن أنا أختم وأعزائي المشاهدين إحنا كده وصلنا لنهاية الفقرة بتاعتي في حلقة برنامج نعم أستطيع الحلقة 29 وهسبكو دلوقتي مع زميلتي الإعلامية هبا صلاح تكمل معاكو بقية فقرات الحلقة